الجهاد الروحي ليه الخلفية والعدات والتقاليد اللي احنا عايشين فيها ايه بالضبط كلمة الجهاد الروحي او الجهاد المسيحي كيف نفهمها وكيف نطبقها وكيف نعيشها وكتير امور في حياتنا محتاجة انه تتغير وكتير من المسيحيين يتهمون بكلمات او بجمل وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الله والكتاب المقدس فاذا حديثنا اليوم رح يكون من كلمة الله من الانجيل المقدس حول هذه الكلمة ونشوف كيف رجال الله اتعاملوا مع موضوع الجهاد الروحي ونشوف جمال ورونك وروعة هذا الموضوع اذا فهمنا هذه الكلمة بشكل صحيح فانا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة حتى نلقي الضوء على هذه الكلمة وعن الجهاد الروحي في المسيحية واصلي من كل قلبي اليوم هذه الكلمة تقودك الى خطوة عملية وهو ان تعرف المسيح معرفة شخصية ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير